بالتأكيد يا فارس وبالتأكيد كل سنة والكابتن محمود الخطيب بخير وعجبني جدا كلام المهندس خالد مرتجي بالأمس وخالد مرتجي ده يا جماعة شاهد على العصر ده الطفل الصغير اللي عمره كان أربع سنين لما النادل آلي كان بيتعادل أو بيتهزم ما كانش بياكل في البيت مين خالد مرتجي ابن الفريق مرتجي رئيس النادل آلي في السبعينيات وما أدراك ما هذه العائلة ابن عن جد أهلوية وحتى النخاع لما يجي الكلم يقول أننا الفترة الأخيرة تعرضنا لضغوط صعبة جدا كمجلس إدارة النادل آلي وعننا الفترة الأخيرة بشكل كبير جدا ومع ذلك ربنا نصرنا النهاردة لأن بالتأكيد مجلس إدارة النادل آلي زي ما قال المهندس خالد مرتجي حاطت النادل آلي وخدمة النادل آلي بعد خدمة الوطن ونركز على النقطة دي وعلى الكلمات اللي بتصدر من مسؤولين في النادل آلي طبعا الأستاذ العمري فاروق كان متواجد أيضا والأستاذ طريق أنديل ودكتور محمد سراج وكل الناس كانت متواجدة في البعثة والحقيقة والجرح والدماتي ودكتور مهند كلهم كانوا متواجدين ولكن الدكتور محمد شاوي رئيس البعثة هو اللي يستحق التواجد ده موضوع ألف به إدارة في النادي الآلي احترام لرئيس البعثة حتى لو كان موجود منصب أعلى أو طايت الأعلى موجود نفس المعنى كده في البعثة أو حضر المراسم لازم رئيس البعثة هو اللي ينزل والحقيقة شفنا بعثات الفترة الأخيرة سواء سلة أو يد أو كمان كرة قدم الحقيقة نجحين بشكل كبير جدا ويا رب دايما في أفراح ويا رب دايما في انتصارات ويا رب يفضل نموس الرياضة المصرية كما هو منذ نشأة الرياضة المصرية وفي نموس زي ما في نموس للكون كده في نموس للرياضة المصرية ألا وهو الأهل البطل ثم يتبدل المنافس في أوقات كتير جدا أو في بداية المشوار كان نادي الترسانة بينافس النادي الأهلي وكان بيتقالع عليهم قطبي القرى المصرية وكان حتى في روايات نجيب محفوظ يتم الحديث عن نادي الأهلي ونادي الترسانة ثم يحدث ما يحدث ويبتعد نادي الترسانة ويعود نادي الزمالك بمسماه الجديد ما بعد 52 ويصبح نادي الزمالك هو المنافس للنادي الأهلي الفترة الماضية ممكن جدا بعد عشرة بعد عشرين بعد ثلاثين سنة تتغير كل الأندية تتغير كل الظروف ويبقى النادي الأهلي نموس الرياضة المصرية هو البطل والوصيف يأتي من يأتي يتغير من يتغير الأهلي منذ نشأته لا يتغير وبالتالي البطولة دي كانت مهمة جدا كانت مهمة جدا حتى الجماهيرنا عشان أنا عايز هنا أوجه رسالة لجماهير النادي الأهلي أنا عارف أن أنت خسارة بطولة عندك أصبحت تكاد تكون نهاية العالم لكن أنا عايزك تحاول أن أنت ما تصلش للمرحلة دي وما تخليش إعلام آخر يحاول يشتغل على حبك وعشأك وحماسك للنادي الأهلي بأنه يوجهك لحالة الغضب داخلين مباراة المفترض أننا ركبين فيها معنويا فإذا بكل الأجواء المحيطة بالمباراة بتقول أن اللي راكب نفسها النادي الزمالك على أي أساس من بعد ما بدأنا بعد كورونا ولعبنا مباراة جدية في 27 نوفمبر 2020 سماها المنافس مباراة القرن إيه اللي حصل؟ كانت القضية ممكن في 18 إبريل 2021 وبنبدأ دوري وفريق منافس عنده استعداد أنه يحاول يرد على الهزيمة بالقضية وبيغيب عن النادي الأهلي ست لعبين من اللي شاركوا في مباراة القضية ويفاجئنا علام الزمالك أنه عايز يلعب المرابح حكم مصري بأي شيء المهم من لعب والشناوي اللعيبة كبار في الفريق مصابين ويفوز النادي الأهلي اتنين واحد ليرسخ لفكرة الأهلي بمن حضر في الدور الثاني بيتعادل نادي الزمالك مع النادي الأهلي واحد واحد بنروح لدوري جديد؟ آه دوري جديد وخسرنين الدوري ده؟ خسرنا الدوري ده وبدأنا الدوري والأسبوع الثالث وخمسة نوفمبر 2022 2021 وبنفوز خمسة ثلاثة طبعا ده هدف برونوسافيو اللي هنتكلم عنه كتير لكن كان مهم جدا وإحنا بنتكلم عن النقطة دي عشان تصل للجمهور ويصل فكرة الدعم النفسي والمعنوي للجمهور كان في خمسة نوفمبر وصلنا لخمسة ثلاثة ثم لعبنا 19-6 ومباراة 2-2 بوجود طبعا الكابتن سامي أمسان هو اللي بيقود المباراة من على الخطوط وكنا الأقرب من الفوز وكنا نقدر لو ضغطنا الشوت الأول نطلع بمباراة فايزين فيها فتيجي مباراة من أصل سبع مباريات تلعبه يفوز فيها نادي الزمالك 22-7 22-2-1 ويفوز بمسابقة كاس مصر فنيجي بعد الست مباراة دول ندخل المباراة السبعة نلاقي البعض بيحدثنا عن أفضلية معنوية نادي الزمالك أي أفضلية معنوية أي أفضلية معنوية وأنا آخر سبع ماتشاط ستة واحد أنت فوزت مباراة واحدة فقط لغير والست مباراة ما بين فوز للنادي الآلي أو تعادل نادي الزمالك مع النادي الآلي زي 2-2-1 ويبقى أي أفضلية فين الأفضلية فعشان كده رسالة الجماعير النادي الآلي فأي وقت هتقابل نادي الزمالك أنت اللي عندك الأفضلية المعنوية فأي وقت هتقابل نادي الزمالك أنت اللي عندك التاريخ وانت اللي هيقف عندك التاريخ لأن سيظل وسيبقى دائما نموس الرياضة المصرية أن الأهل البطل ويتغير الوصيف تبعا لمتغيرات الحياة هو تبعا لمتغيرات الحياة بس يظل حد يحتفظ برضو بالوصفة التاريخية وده لازم يكون حق ويكون حق ويكون حق ويكون حق أنا اتكلمت بعد 20-30 سنة أنا مش عارفين أنا بحس أن الأمور كلها دلوقتي لازم فكرة المساواة يعني هل اللي أزرق فابيت دبي ومسل حاجة نار أنا والله يعني قلت يمكن يكون حظ حلو كده ولبس أزرق فاهمني فإحنا باللزرق يعني هتغير في الألوان كتير لا أنا كده أنا النهاردة على فكرة يعني النهاردة جاي وأنا راضي جدا أنه أنت تنتصر بالغرفات الحاول هتغير في الألوان كتير أنا بقولك لا 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 ده آخر ريبس نهاردة بس بس في بقى ح construir بس عايزة أقولك حاجة قل لا مستنواك حلوة وبتفكر بسرعة لا وحاجة تانية ده أنا بجيب جوان وأنا موقوق بجيب جوان وأنا موقوق عجبتني لا مستنواك حلوة وبتفكر بسرعة